ما هي أهم فوائد السبانخ؟ يمتاز السبانخ باحتوائه على مستويات عالية من الحديد لكن ما هي مكونات السبانخ تحديداً وما هي الفوائد الصحية التي قد تجنيها من تناوله؟ مكونات السبانخ عديدة ومتنوعة فهو يحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات والمعادن التي تعود بالفائدة على الجسم والصحة بشكل عام إلى جانب ذلك فإن السبانخ يحتوي على كل من وتعتبر المكونات النباتية من أهم مكونات السبانخ ومن أهمها اللوتين والنيترات والكويورستين ومعظمها يمتاز بخصائصه المضادة للأكسدة فما هي فوائد السبانخ الصحية؟ أولاً محاربة مشكلة الإجهاد التأكسدي بما أن مكونات السبانخ تمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة فهذا يعني أنها تعمل على محاربة وتجديد الجذور الحارة التي قد تسبب الإجهاد التأكسدي في الجسم ثانياً تعزيز صحة العين يعتبر السبانخ غني ببعض المكونات النباتية كما ذكرنا ومن بينها تلك المهمة لتعزيز صحة العين وهي اللوتين والزيا كاساثينين ثالثاً خفض خطر الإصابة بالسرطان إلى جانب الفوائد السابقة فإن تناول السبانخ قد يساعد في خفض خطر الإصابة بالسرطان رابعاً تنظيم مستوى ضغط الدم يحتوي السبانخ على مادة النترات والتي تساهم في تنظيم مستوى ضغط الدم وبالتالي خفض خطر الإصابة بأمراض القلب خامساً فوائد السبانخ الأخرى كما قد يساهم تناول السبانخ بالتمتع بالفوائد الصحية التالية تعزيز صحة العظام وتقويتها وذلك نتيجة احتواء السبانخ على فيتامين كاف والمغنيسيوم المهمان للعظام الحماية من الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد وهذا يعود إلى مكونات السبانخ من الحديد الحفاظ على صحة البشرة والشعر فهو غني بفيتامين ألف المهمان لكل الشعر والبشرة خفض خطر الإصابة بمرض السكري إذ يساعد تناول السبانخ على محاربة الجذور الحارة التي تعمل بدورها على رفع خطر الإصابة بالسكري وهكذا أعزائي ينهينا لكم أهم فوائد السبانخ إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى بدعمنا بلايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد دمتم برعاية الله